أعلنت وزارة الداخلية العراقية اندلاع الشباكات بين ثلاث عشائر من أهالي قضاء الفلوجة مع تنظيم الدولة الإسلامية وأضحت الوزارة في بيان لها أن أبناء عشيرة جريسات والمحامدة والحلبسة يشتبكون مع مسلحي التنظيم في سوق نزيزة في قضاء الفلوجة وأنهم تمكنوا من السيطرة على أجزاء من منطقة حي نزال وأطرافها كما قتلوا عشرة من عناصر التنظيم وأحرقوا عجلة تابعة لعناصره أكدت مصادر من داخل الفلوجة أن هذه الأحداث جاءت على خلفية تخزين التنظيم للمواد الغذائية ومنع السكان من استخدامها باستثناء الموالين له وهو ما أدى إلى امتعاضهم والاشتباك مع عناصره